نهني الساحة الإعلامية بقرار السيد رئيس الجمهورية اليوم بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هيئاته الجديدة المجلس الجديد برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأربع سنوات قادمة باش مهندس هقول لك التشكيل ضم مين ومين وبعد كده نتكلم ضم إلى جانب المهندس خالد عبد عزيز رئيساً للمجلس المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام رئيس مجلس الدولة نائباً والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأستاذ عبد المحسن سلامة من الشخصيات العامة وزو الخبرة على الشافعي الصحفية رئيس تحرير اليوم السابع عصام الأمير الإعلامي الأستاذ عاد الحمودة من الشخصيات الصحفية العامة والأستاذ الدكتورة مونة الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات لأربع سنوات قادمة المهندس خالد عبد العزيز يرأس هذا التشكيل حلوة أولاً أريد أن نعرف تحديداً المظلة هو بيغطي إيه بالزبط صلاحياته إيه؟ ويبتدي يعلننا بالمعايير اللي الناس يشتغل عليه مطلوب جداً إحنا نبقى عارفين لسه بقولك نبقى عارفين إحنا مماشيين بنتحرك فطريق شأكله يبونطل وضوح وشفافه طيب إنما الأسماء كلها تدعو للصيقة والتفاول يعني إن شاء الله القرار الجمهوري اجتمل أيضاً على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة الاستمرار المهندس عبدالصادق الشرباجي رئيساً وتضم اللجنة أو يضم المجلس في عضوياته المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة الأستاذ ياسر سمير صبحي ممثلاً لوزارة المالية علاء الدين كمال سابت علاء سابت من الشخصيات العامة وزاو الخبرة أستاذ عمر الخياط أيضاً من الشخصيات العامة وزاو الخبرة الكاتب الصحف الأستاذ حمدي رزق ممثلاً للصحافة القومية الأستاذ سامح سامي محروس رزق الله ممثلاً للصحافة القومية والأستاذ صحر جعارة من الشخصيات العامة وزاو الخبرة إذن استمرار المهندس عبدالصادق الشرباجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة مع تغييرات في بقية التشكيل الهيئة الثالثة كانت الهيئة الوطنية للإعلام وأظهر السيد الرئيس عفتاح السيسي القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات يرأس الهيئة الكاتب الصحف الأساز أحمد المسلماني وتضم الهيئة السيد المستشار حمد مكرم توفي محمد نائب رئيس مجلس الدولة أستاذ خالد محمد إبراهيم نوف الممثلة لوزارة المالية المهندس وليد زكريا علي ممثلة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأستاذ أسامة كمال من الشخصيات العامة وزاو الخبرة والأستاذ ريهام وجيه ديب من الشخصيات العامة وزاو الخبرة والأستاذة الإعلامية هالة حشيش ممثلة لنقابة الإعلاميين والسيد سامي عبد السلام سعدون ممثلة للنقابة العامة للعملين بالصحافة والإعلام والطباعة والكاتبة الصحفية الأستاذة الصوفية مصطفى أمين من الشخصيات العامة وزاوي الخبرة إذن تشكيل التلات هيئات لأربع سنوات قادمة للارتقاء وتنظيم الإعلام والصحافة كل الأمل وكل التفاؤل ونترقب